توقع المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماغوريك أن يبقى مسلح داعش في مدينة الموصل ويموتون فيها وذكر ماغوريك للصحفيين أن الفرقة التاسعة من الجيش العراقي قطعت الطريق الأخير الخارج من الموصل ليلة السبت وأن من بقي في الموصل من داعش سيموتون فيها لأنهم محاصرون مؤكداً التزام التحالف ليس فقط بهزيمة التنظيم في الموصل وإنما التأكد كذلك من عدم قدرته على الخروج منها